اشتركوا في القناة على الدعم الكبير الملموس من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعايته الكريمة للصرح الديمقراطي الذي يعد احد ثمار مشروع جلالة الملك المفدى الاصلاحي وعلى المساندة التي يحظى بها مجلس النواب من لدن جلالتها السامي لتحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريمة ومواصلة للنهج الديمقراطي الذي يؤمن به جلالة الملك المفدى وتعزيزا لمسيرة الخير والتنمية في عهده الزهر وجددت معالي رئيسة مجلس النواب في برقيتها لجلالة الملك المفدى العهد والولاء مؤكدة بان الجميع سيظلون اوفياء لجلالته ولهذا الوطن الشامخ سعينا الى تحقيق المزيد من الخير والتطور والزهار والرقي لمملكة البحرين الغالية وشعبها الوفية سائلتنا المولى عز وجل يحفظ جلالة الملك المفدى ويديم عليه منفور الصحة والسعادة وطول العمر وان يسدد على طريق الخير خطاه